نصيب الأسد من الجواز يمكن قبل قليل أعلن موقع يلا كورة نتائج الاستفتاء السنوي بتاعه فحصد أبناء الأهلي ولعبوه النصيب الأوفر من الجواز أفضل لعب في الموسم بيرستاو نجم الموسم كان الجنوب أفريقي بيرستاو أفضل لعب محترف في الدوري التونسي علي معلول أفضل لعب وسط مدافع يعني رقم 6 مروان عطية أفضل لعب صاعد أحمد نبيل كوكا أفضل نادي جماهيري النادي الأهلي أفضل رئيس نادي الكابتن محمود الخطيب أفضل حارس مرمة محمد الشناوي أفضل قلب دفاع محمد عبد منعم أفضل فريق لرياضة جماعية فريق الأهلي لكورة القدم أفضل مدير فني مارسل كولر أفضل رياضي لألعاب جماعية إيهاب أمين لعب الأهلي لكورة السلة أفضل لعبة في الألعاب الفردية طبعا هانا جودة نجم التنس الطاولة أفضل إعلامية الزميلة نهواند سري والزميلة سيهم صالح أفضل جناح أيصر حسين الشحات أفضل جناح أيمن بيرسي تاو أفضل زهير أيصر عالم علول وأفضل قناة رياضية قناة الأهلي والأخيرة دي أخجلتم توضعنا الأخيرة دي تستحق كلام خاص جداً وتأدير كبير لكل القائمين على القناة وإدارتها وأيضاً لجماهير النادي الأهلي لأنه ما في حاجة لها علاقة بالنادي الأهلي بتحقق إنجاز أو نجاح في الملعب أو في الإعلام أو في أي مجال إلا نتيجة هذا الجمهور الكبير الداعم لهذا النجاح في كل المجالات ده النادي الأهلي وده رسالته وده دوره وأعتقد حصاد الجوائز عن هذا العام المنقضي أو الموسم للسنة الأخيرة طبيعية ومنطقية لهذا النجاح الكبير اللي حققه الأهلي على كافة الأسعادة ترجمة نانسي قنقر